أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاه عطف بحال الأشقياء العاقين فقال والذي قال لوالديه أُفِّل لكما وهذا عامٌ يا أخواني في كل من قال لوالديه وقال بعضهم فسرين إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وهذا قولٌ ضعيف وهذا قولٌ ضعيف ضعفه ابن كثير رحمه الله وضعفه كذلك القرطبي ومن أدلة تضعيفه قول عائشة رضي الله عنها حينما قال مروان إن هذا الذي أنزل فيه يقصد عبد الرحمن بن بكر والذي قال لوالديه أُفِّل لكما قالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا أي آل أبا بكر شيئًا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري كما أن سياق الآيات يضعف نزولها في عبد الرحمن بن أبي بكر حيث قال أولئك الذين حق عليهم القول في أمم وأما عبد الرحمن فقد أسلم وحسن إسلامه أتعدانني أن أخرج أي أبعث وقد خلت القرون من قبلي أي قد مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر أي القرون الماضية لم نرى بعثًا ونحن قررنا أكثر من مرة يا أخواني أن البعث محله يوم القيامة فلا حجة للمشركين في طلب بعث آبائهم ولا برؤية القرون السابقة قد بعثوا كما في هذه الآية وهما يستغيثان الله أن يسألان الله عز وجل أن يهديه ويقولان لولدهما ويلك آمن إن وعد الله حق فيرد عليهما بقوله ما هذا إلا أساطير الأولين قال الله عز وجل أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا أي لكل عذاب خاص بحسب عمله وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون أي لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها ثم فقال الله عز وجل وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِكُلِّن الضَّمِير يَعُدِ لَمَنْ طيب أحسنتم أصحاب الجنة وأصحاب النار لكن لاحظوا أن اللفظ إيش درجات هل الجنة الجنة فيها درجات لكن النار لأن الدرج هو الترقي إلى أعلى ولا لا النار دركات لكن الله سبحانه وتعالى قال هنا في هذه الأرض ولكلٍّ درجات فما وجه ذلك قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم درجات النار تذهب سفالًا ودرجات الجنة تذهب علوًا ثم قال الله سبحانه وتعالى وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّار أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا يُقَالُ لَهُمْ ذَلِكَ تَوْبِيخًا وَتَقْرِيَعًا أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ أَيْ تَمَتَّعْتُمْ بِالطَّيِّبَاتِ فِي الدُّنْيَا وَاتَّبَعْتُمُ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَّاتِ وَالْمَعَاصِيِ وَقِيلَ أَفْنَيْتُمْ شَبَابَكُمْ فِي الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِيِ فالطيِّبات هنا الشباب والقوَّة مأخوذٌ من قولهم ذهب أطيباه أي شبابه وقوَّته قال القرطبي والقول الأول أظهر قال ابن العربي رحمه الله تعليقًا على هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها إن تعاطي الطيبات من الحلال تستشره له الطباع وتستمرئها العادة فإذا فقدتها استسهلت في تحصيلها بالشبهات وهذا وجه ذم الاستمتاع بالطيبات حتى تقع في الحرام المحضي بغلبة العادة واستشراه الهوى على النفس الأمارة بالسوء إلى أن قال والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه على المرء أن يأكل ما وجد طيبًا كان أو قفارًا ولا يتكلَّف الطيب ويتخذه عادة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع إذا وجد ويصبر إذا عدم ويأكل الحلوى إذا قدر عليها ويشرب العسل إذا اتفق له ويأكل اللحمة إذا تيسر ولا يعتمد ذلك أصلاً في حياته ولا يجعله ديدنًا ومعيشة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة وطريقة الصحابة منقولةٌ في هذا الباب وقد قيل من الحكم لا تكن أسيرًا عادة لا تكن أسيرًا عادة فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون فالجزاء من جنس العمل فكما استمتعوا بالطيبات جوزوا بعذاب الهون وعذاب الهون العذاب الذي اقترن به الهوان وهو عذاب العصاه المواقعين لما نهوا عنه والهون والهوان بمعنًا واحد ثم قال الله سبحانه وتعالى واذكر أخا عاد أخا عاد قال ابن عطية الأخوة هي أخوة القرابة لأن هود عليه السلام كان من أشراف قبيلة عاد وكان أخاهم في النسب لا في الدين كما قال القرطبي واذكر أخا عاد أي هود وهذا من باب تسلية النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعرض عنه المشركون بعثه الله عز وجل إلى عادن الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف جمع حقف وهو الجبل من الرمل الجبل المستطيل المعوج من الرمل قال ابن عطية إن بلاد عاد كانت في اليمن ولهم عرم ذات العماد ثم قال الله سبحانه وتعالى وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أي قد أرسل الله عز وجل إلى من حول بلادهم من القرى مرسلين ومنذرين أن لا تعبدوا إلا الله أي عاد والنذر التي قبله والرسل التي قبله واللي بعد قضيتهم أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا قالوا أجئتنا لتأفكنا لتأفكنا فيها وجهان أي لتزيلنا عن عبادتها بالإفك بالكذب وقيل لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع ويصحك للمعني فأتنا يرحمك الله فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين استعجلوا عذاب الله عز وجل وعقوبته قال إنما العلم عند الله أي الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لهذا العذاب أو لا ولكني أراكم قوما تجهلون أي لا تعقلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم لما رأوا العذاب مستقبل أوديتهم رأوا السحاب قالوا هذا عارض منطرنا لأنهم كانوا أصابهم الجد بمدة ففرحوا بإيش بهذا السحاب قالوا هذا عارض منطرنا فرد الله عز وجل عليهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم أي هو العذاب الذي قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين تدمر أي تخرب كل شيء من بلادهم مما شأنه الخراب أي لا تدمر كل شيء معناه تزيل كل شيء أي تدمر ما من شأنه الخراب بأمر ربها أي بإذن الله عز وجل يشهد لهذا قوله سبحانه وتعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أي كالشيء البالي فتدمر كل شيء بإذن ربها بأمر ربها أي تدمر كل ما أمرت بتدميره كذلك نجزي القوم المجرمين أي هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا روى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته إنما كان يبتسم قالت وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عُرِف ذلك في وجهه قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فريحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة قال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عُذِّب قوم بالريح وقد رأى قومنا العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا يقصد من قوم عاد وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخيَّلت السماء تغيَّر لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مُطِرَت سُرِّي عنه فعرفت ذلك عائشة فسألت فقال لعلَّه يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا وقد جاءت قصة قوم عاد مفصلة في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة هود ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ هذا خطابٌ لمن للمشركين لقريش يقول تعالى وَلَقَدْ مَكَّنَّا الْأُمَمَ السَّالِفَةِ فِي الدُّنْيَا مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَأَعْطَيْنَاهُمْ مِنْهَا مَا لَمْ نُعْطِكُمْ مِثْلَهِ بَلْ وَلَا قَرِيبًا مِنْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارَهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أي أحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا يكذِّبون به ويستبعدون وقوعه كما كان قوم عاد يفعلون أي فاحذروا يا كفار قريش أن تكونوا مثلهم قال الله عز وجل وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِمَّا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَهُ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ ما هنا يا أخواني نافية ويقوي ذلك دخول من في قوله تعالى من شيء وقال بعض أهل العلم إنها استثهام بمعنى التقرير فتكون من شيء تأكيد قال ابن عطية عدد الله عليهم نعم الحواس والإدراك وأخبر أنها لم تغني حين لم تستعمل على ما يجب ثم قال سبحانه وتعالى وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى يقصد أهل مكة قد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعات وكانوا بالأحقاب بحضر موت في اليمن وثموت وكانت منازلهم بينهم وبين الشام وكذلك سبأ وهم أهل اليمن ومدين وكان في طريقهم ومرهم إلى غزة وكذلك بحيرة قوم لوط فالله سبحانه وتعالى يذكرهم وهم قد اطلعوا على هؤلاء الأقوام وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ أي بَيَّنَّاهَا وَوَضَّحْنَاهَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أي يعودون إلى الله سبحانه وتعالى ويؤمنون به ثم قال سبحانه فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا أي هل لا نصرهم إذ احتاجوا إليهم هؤلاء المعبودات بل ظلُّوا عنهم أي بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم وذلك إذكهم أي كذبهم وما كانوا يفترون أي افتراءهم في اتخاذها آلهةً من دون الله عز وجل قد خسروا في عبادتهم واعتمادهم عليها ثم قال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وهذا هو الموضوع الرابع من موضوعات هذه السورة وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا قال القرطبي رحمه الله هذا توبيخ لمشرك قريش أي أن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه من عند الله وأنتم مصرون على الكفر والمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها كما قال الشوكاني رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى لما بيَّن أن من الإنس من آمن ومنهم من كفر بيَّن أيضاً أن ذلك في الجن وقد جاءت الروايات أيها الإخوة مختلفة في استماع الجن للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءت روايات عن ابن مسعود وجاءت روايات عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه من هذه الروايات ما رواه البخاري ومسلم عن معنى ابن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقاً من آذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة استمعوا القرآن قال حدَّثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنتهم به شجرة أنه آذنته بهم شجرة ومن العلماء من قال إن هذا حصل بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إلى الطائف ومنهم من قال إن نبي صلى الله عليه وسلم أحسَّ بهم وعلم بوجودهم ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بهم وكل هذه الروايات يا أخواني صحيحة والجمع بين هذه الروايات أنه قد حصل ذلك مراتٍ متعددة فمرةً صُرِف إليه نفرٌ من الجن ومرةً وفدوا إليه ومرةً استمعوا له ولم يشعر بهم جاء عند الإمام أحمد رحمه الله عن علق مقالة قلت لعبد الله بن مسعود هل صحب رسول الله سلم ليلة الجن منكم أحد قال ما صحبه من أحد ولكننا فقدناه ذات ليلةٍ بمكة فقلنا اغتيل استطير ما فعل قال فبتنا بالشر ليلةٍ بات بها قوم فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء فقلنا يا رسول الله فذكروا له الذي كانوا فيه فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم قال فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم قال وقال الشعبي سألوه الزاد قال عامر سألوه بمكة وكانوا من جن الجزيرة فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحماء وكل بعرةٍ أو روثةٍ عرفٌ لدوابكم قال فلا تستنجوا بهما فإنهما زادوا إخوانكم من الجن وهكذا رواه الإمام مسلم فهذه الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم قصدا والرواية السابقة عن مسعود تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بهم وإنما أخبرته بهم شجرة وقلت لكم أن الجمع بين هذه الروايات أنها كلها صحيحة وأنها مرات متعددة قل أوحي إلي أنه استمع نفرٌ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبًا وذلك أنه أحسَّ الجن أن السماء قد حُرِسَت فقالوا اضربوا مشارق الأرض ومغاربها لتعلموا ما الذي حبسَ خبر السماء عليكم فلما أتوا إلى مكة وفد نصيبين وسمعوا القرآن قالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر وبين خبر السماء قال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِ أي طائفةً من الجن وصرفنا أي وجهنا إليك وبعثنا يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصِتُوا أي استمعوا وهذا أدبٌ منهم والنفر يقتضي أن المصروفين رجال لما قال نفرٌ من الجن يقتضي أن المصروفين رجال لا أنثى معهم فالنفر والرهط والقوم الذين لا أنثى فيهم فلما حضروه أي حضروا ماذا؟ القرآن قالوا أنصِتُوا قال ابن عطية فيه تأدُّبٌ مع العالم وتعليمٌ كيف يتعلم وهو أن الإنسان ينبغي له أن يُنصِتَ في مجلس العلم فلما قُضِيَّا أي فارغاء كقوله فإذا قُضِيت الصلاة وقوله فقضاهنَّ سبع سماوات وقوله فإذا قضيتُم مناسِكَكم وَلَّوا إلى قومِهِم مُنذِرين يا أخواني هؤلاء النفر جمعوا بين أمرين وهذا كله تعريضٌ بكفار قريش الأول أنهم لما سمعوا القرآن أنصَتوا وآمنوا الأمر الثاني أنهم أصبحوا دعاة إلى هذا القرآن أما أنتم يا كفار قريش فأنتم لما استمعتم القرآن أعرضتم وفي المقابل صددتم عن القرآن ففي المقابل صددتم عن القرآن فهؤلاء خيرٌ منكم فهذا تعريضٌ بمن يا أخواني بكفار قريش وَلَّوا إلى قومِهِم أي من بني الجن منذرين فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استدُلَّ بهذه الآية على أنه في الجن نُذُر وليس فيهم رُسُل لأنه قال وَلَّوا إلى قومِهِم منذرين ولم يقل مُرسَلين وَلَا شَكَّ أنَّ الْجِنَّ لَمْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْهُمْ رَسُولًا لقوله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إليهم من أهل القرى وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وهل هذه حال الجن؟ لا أما قول الله عز وجل يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ فَالْمُرَادْ مِنْ مَجْمُوعِ الْجِنْسَيْنَ فيصدق على أحدهما وهو الإنس يصدق على أحدهما وهو الإنس كقول تعالى يخرج منهما اللؤل والمرجال وهو يخرج من أحدهما ثم فسَّر سبحانه وتعالى إنذار الجن لقومهم بقوله يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى طيب أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى أين عيسى؟ الأصل أن يقول أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ عِيسَى لأن عيسى هو الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا قالوا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى قال بعض المفسقاء ابن عطية جواباً عن هذا يُحتمل أن هذه الطائفة من الجن كانت تتدين بدين اليهود أو كانوا يعرفون أو لأنهم كانوا يعرفون أن موسى عليه السلام قد ذكر محمداً وأبشر به فأشاروا إلى موسى من حيث كان الأمر مذكوراً في توراته كما قال ورق ابن أُنفر هذا الناموس الذي أنزل على موسى على موسى بمعنى أنه هذا الذي بشر به موسى مُصَدِّقًا لما بين يديه وقال بعض مثل ابن كثير رحمه الله جواباً عن عدم ذكر عيسى من باب الفائدة أن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحريم والتحليل وهو في الحقيقة كالمُتمِّم لشريعة التوراة لأن الله عز وجل قال وأحِلَّ لكم بعض الذي حرِّم عليكم فالعمدة هو التوراة ولذلك هؤلاء الجن ذكروا موسى دون ذكر عيسى عليه السلام مُصَدِّقًا لما بين يديه أي من الكتب المُنزِّلة على الأنبياء يهدي إلى الحق أي في الاعتقاد والإخبار وإلى طريقٍ مُستقيم في الأعمال فإن القرآن مُشتمِلٌ على شيء خبرٌ وطلب فخبره صدقٌ وطلبه عدل يهدي إلى الحق في الاعتقادات وإلى طريقٍ مُستقيم في العمليات يا قومنا أجيبوا داعي الله من داعي الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآية دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقرين الجن والإنس وقد دلَّت على ذلك جملة من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم من هنا قال بعض الفسرين إنها زائدة وفيه نظر والصحيح أنها تبعيضيَّة على بابها لأن غفران الذنوب هل كل الذنوب تغفر يوم القيامة؟ أما تغفر ما بينك وبين الله عز وجل أما حقوق العباد فلابد أن يقتص منك ولذلك يغفر لكم من ذنوبك أي الذنوب التي لا تتعلَّق بحقوق العباد ويُجِرْكُم من عذابٍ أليم أي يقيكم من عذاب الأليم وقد استدلَّ بعض أهل العلم أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة وإنما جزاء صالحيهم أنهم يجارون من عذاب النار وقالوا لأنه لو كانوا يدخلون الجنة لذكرهم هنا وقال لدخلوا الجنة ولم يخُص فقط إجارة من العذاب الأليم وهذا قولٌ ضعيف وهذا قولٌ ضعيف والحق أن مؤمن الجن كمؤمن الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعةٍ من السلف وقد استدلَّ بعض أهل العلم بقوله سبحانه وتعالى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ وذلك أن الله امتنَّ على الثقلين بأن جاء على جزاء مُحسِنهم الجنة وقد قابلت الجنة هذه الآية بالشكر حينما قالوا بالشكر القول أبلغ من الإنس حينما قالوا ولا بشيءٍ من آلائك ربنا نُكذِّب فلك الحمد فلم يكن الله عز وجل يمتنَّ عليهم بشيءٍ لن يُحَصِّلُوه وهذه يا أخواني من المسائل التي يذكُرها بعض المفسِّرين حول هذه الآية ثم قال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا أي بل قُدْرَةُ الله سبحانه وتعالى شاملةٌ له ومُحِيطًا تُمْ بِه وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا أي لا يُجِيرُهُمْ مِنْهُ أَحَد لا يُجِيرُهُ مِنْهُ أَحَد أُولَئِكَ أي هؤلاء الذين لا يجيبون داعي الله سواء كانوا من الجن أو من الإنس في ظلالٍ هاي أخواني في ظلالٍ مُبين وهذا مقام تهديدٍ وترهيب فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب ولهذا نجع في كثيرٍ منهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفودًا وفودًا يعني هؤلاء الذين استمعوا للقرآن ذهبوا وأنذروا قومهم وبدأوا يأتون بوفودهم من الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الله سبحانه وتعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعِيَ بِخَلْقِهِنَّ الرُّؤِيَة هنا يا أخواني رؤية قلبية والضمير يعود إلى قريش وهذه الآية مثلٌ واحتجاج هذه الآية مثلٌ واحتجاج لأنهم قالوا إن الأجساد لا يمكن أن تُعبعث ولا تُعاد وهم مع ذلك معترفون بأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض فأقيمت عليهم الحجَّة من أقوالهم وهذه إحدى طرق إثبات البعث من طرق إثبات البعث بيانُ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق من خلق الناس ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَى الْمَوْتَى أي أَلَمْ يَرَى هَا أُولَاءِ الْمُنْكِرُونَ لِلْبَعْثِ أنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَوَهَا لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ أي لم يكترِث به بل قال لها سبحانه وتعالى كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل أتت طائعة مُجيبة لله سبحانه وتعالى أفليس ذلك بقادر على أن يُحْيَى الموتى ثم أجاب الله سبحانه وتعالى فقال بَلَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ثم قال سبحانه وتعالى مُتَهَدِّدًا ومُتَوَعِدًا مَنْ كَفَرَ بِه وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ أي قالوا لهم أم هذا حق أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تُبصرون قالوا بلى وربنا هل ينفعهم ذلك لا ينفعهم ذلك ولا يسعهم الاحتراف قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ثم قال سبحانه وتعالى آمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على هؤلاء الكفار المعاندين المكذبين الذين آذوا نبيه صلى الله عليه وسلم واستكبروا عن دعوته واستهزأوا بكتابه الذي جاء به من ربه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما قرر الأدلة على النبوة والتوحيد والمعاد أمر رسوله بالصبر فقال فاصبر كما صبر أولو العزم وأولو العزم من الرسل اختلف في تعدادهم على أقوال منهم من قال إنهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنهم من صوص عليهم في آيتي من سورة الأحزاب والشورى ومنهم من قال أن أولي العزم من الرسل المراد به جميع الرسل ولذلك قال من الرسل ومن هنا تكون على هذا القول هيا أخواني لبيان الجنس إذا قلنا أن أولي العزم هم كل الرسل فالمراد بمن هنا بيان الجنس وإن قلنا إن أولي العزم هم خمسة فمن هنا تبعيضية أحسنتم بارك الله فيكم ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تستعجل لهم أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة وقارنوا بين هذه وبين أهل عاد المذكورين في هذه السورة كقوله سبحانه وتعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وكقوله سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار إلا ساعة من نهار كما قال في آية أخرى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم يتعارفون بينهم بلاغ بلاغ قال ابن جرير قول الله عز وجل بلاغ يحتمل معنيين أحدهما أن يكون تقديره وذلك لُبث بلاغ قوله بلاغ أي هذا اللبث كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار أي هذا اللبث بلاغ أي ساعة هذه الدنيا بلاغ ويحتمل أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ أي بدأ أيش يا أخواني بالحديث عن القرآن أي هذا القرآن بلاغ أيهما أصح يا أخواني ها الأول طيب يا أخواني تذكرون في سورة الجاثية ما قلنا أنها أي ختمت كذلك بالحديث عن القرآن وهذه وقلنا أن الأحقاب تشبه سورة الجاثية فلما لا نحمل بلاغ على القول الثاني وأن هذا القرآن بلاغ أي ما نحكيه ونقصه عليك يا محمد بلاغ لهؤلاء بلاغ لهؤلاء لأن البلاغ في الآخرة هل ينفع هل يفيدهم إنما يفيدهم البلاغ الحالي فهل يهلك إلا القوم الفاسقون قال ابن عطية هذه الآية وعيد محض وإنذار بيّن وقال ابن الثعل برحمه الله قوله تعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أرجى آية أرجى آية في كتاب الله للمؤمنين يقول إن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله للمؤمنين وأنتم تعلمون أن المفسرين كثيرما يقول أرجى أخوف أشد إلى آخره فما وجه هذا الرجاء فسره الزجاج بقوله إن معنى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أي لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون فمن لم يفسق هل يهلك وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولذلك جعل الثعل برحمه الله أن هذه الآية هي أرجى آية فإنهم لا يهلكون لأنهم لم يتصفوا لم يتصفوا بالفسق هذا ما يتعلق بسورة الأحقاف نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يغفر لنا زللنا وخطأنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك